السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الرابع بدرس جديد بعنوان المعادن والصخور تعتبر المعادن والصخور من الموارض غير الحية في الطبيعة التي يعتمد عليها الإنسان في كثير من المجالات في حياته مثل مجال الصناعة فما الفرق بين المعادن والصخور وما أهميتها وما هي الاستخدامات التي نستخدمها بها سوف نتعرف على هذه الأسئلة في هذا الدرس بداية الصخر هو مادة صلبة تكونت بطرائق مختلفة تحوي نوعاً واحداً من المعادن وبعضها يحوي أكثر من نوع من المعادن وقد تحتوي على مواد أصلها من كائنات حية مثل بقايا نباتات أو بقايا كائنات حية دقيقة تعيش داخل التربة من الأمثلة على هذه الصخور صخر الجرانيت فلننظر إلى صخر الجرانيت يعتبر صخر الجرانيت من الصخور الموجودة بكثرة في الأردن ويحتوي على أكثر من معدن لذلك نرى صخر الجرانيت بألوان عدة إذن ما هو سبب رؤية صخر الجرانيت بألوان عدة؟ هو وجود أكثر من معدن داخل هذا الصخر يستخدم صخر الجرانيت أيضاً في المطابخ إذن فلننظر إلى المجلة داخل المطبخ يكون مصنوع من مادة الجرانيت على الأغلب إذن الصخر هو مادة صلبة تكونت بطرائق مختلفة وقد تحوي نوعاً واحداً أو أكثر من نوع من المعادن من المعادن وتحتوي على مواد أصلها كائنات حية من الأمثلة على الصخور صخر الجرانيت الذي يستخدم في المطابخ تعتبر البتراء من المدن المصنوعة من الصخور والصخر الذي تتكون منه البتراء هو الصخر الرملي ولكن سميت البتراء بالمدينة الوردية لأنها منحوطة في الصخور الوردية إذن سميت البتراء بالمدينة الوردية بسبب لون صخورها الوردي إذن سميت البتراء بالمدينة الوردية نظراً للون الصخر المنحوطة فيه ولكن يوجد تدرجات في هذا الصخر بسبب وجود أكثر من معدن داخل هذا الصخر الآن سوف نتعرف على مفهوم المعدن ماذا نقصد بالمعدن المعدن هو مادة صلبة توجد في الطبيعة في الصخور إذن مكان وجود المعدن داخل الصخر وأصلها ليس من كائنات حية وتمتلك ألواناً مميزة من الأمثلة على المعادن الحديد والذهب والكوارتس والجبس والنحاس سوف نتعرف على هذه المعادن واستخداماتها بداية الحديد يستخدم الحديد في البناء إذ أنه يوضع في الأساسات الذهب يستخدم في صناعة المجوهرات النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية الكوارتس في صناعة الساعات الجبس في صناعة الجبائر ويوجد معادن كثيرة ولها استخدامات عديدة هكذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته